قد يكون مصطلح اللايبر مألوفا لديكم هو السعر الفائدة التي تخضع له عمليات الاقراض بين المصارف في لندن فقد تسمعون به عندما يتم الحديث عن تحديد سعر الفائدة أو عندما يذكر أحد المصارف أنه سيقرض أحد المصارف الأخرى مبلغا من المال بما يفوق عن نسبة اللايبر بالنسبة قليلة أو قد تسمع أيضا بتحديد سعر اللايبر على بعض قنوات الأخبار الاقتصادية إذ يشير هذا المصطلح إلى معدلات الفائدة التي تقرض المصارف بعضها البعض عندها وتقوم رابطة المصارف البريطانية بحسابها يقوم في الحقيقة تومسون رويترز بحسابه لرابطة المصارف البريطانية كما يهدف اللايبر إلى تقديم معايير لأنواع الأوراق وصفقات المالية الأخرى ويرمز المصطلح إلى سعر الفائدة لعمليات الاقتراض بين المصارف في لندن إذن يشير هذا المصطلح حرفيا إلى سعر الفائدة لعمليات الاقتراض في لندن ولفهم المقصود بهذا المصطلح بشكل أفضل أنشأت مصرفين هنا أولهما المصرف أي وثانيهما المصرف بي وأعتقد أنكم على الدراية أنه عندما تحتفظ بأموالك في أحد المصارف يحقق هذا المصرف ربحا من وديعتك من خلال إقراضها لعملاء آخرين في نفس الواكس يحتفظ المصرف بمبلغا من المال مخافة أن يطلب الناس مبلغا ما من أموالهم عبر الحساب الجاري ما يعني أنه على المصرف أن يحتفظ بعض المال في حسابات لعملائه بما يكفي ودعونا نتخيل الآن أن هذا المصرف قد ينفذ بين النقد بين الفينة والأخرى أو أنه قد يقترب نوعا ما من متطلبات الاحتياطي ما يعني أن هذا المصرف المركزي في هذه الدولة يطلب من المصرف أن يحتفظ بعض النقد في الحسابات الجارية ففي كلتا الحالتين نفترض أن هذا المصرف أي يرغب باقتراض مبلغ من المال من مصرف آخر تعرف هذه العملية بالاقتراض بين المصرف فكما ترون من الواضح أن المصرف بي لديه ما يفوق حاجته من النقد لا يريد أن يحتفظ بهذا الفائض لذا يرغب بإقراضه وبالتالي سيحصل على فائزة من هذا القرض إذن المصرف بي سيقرض المصرف آي مبلغا من المال ولنفترض أنه سيقرض هذا المبلغ لنفترض أن هذا الجزء يمثل المبلغ النقي الذي يرغب المصرف بي بإقراضه للمصرف آي وبما أن هذا المبلغ عبارة عن قرض من المصرف بي يترتب على هذا الأمر التزامات مالية وكما تعلمون الوصول ستساوي مجموعة التزامات المالية وحقوق الملكية إذن يتمثل التزام هذا المصرف في قرض من المصرف بي وبالتالي أصبح المصرف آي يملك بعض المال وبهذا سيرتبع معدل القروض التي قدمها المصرف بي وسينخفض النقد لديه أي تعبر هذا الجزء عن القرض الذي قدمه للمصرف آي وقد يبلغ معدل الفائدة على هذا المبلغ 1% سنويا وبالطبع يتم تجدد هذا القرض يوميا أي أنه معدل يومي ويعرف هذا المعدل على أنه سعر الفائدة على القروض بين المصرف ويقوم رويترز بالنيابة عن رابطة المصرف البريطانية بمسح لمجموات من المصرف في لندن والبالغ عددها 8 أو 12 أو 16 مصرفا في لندن وذلك لإيجاد سعر الفائدة التي أقرضت هذه المصرف بعضها البعض عنده ومن ثم يقومون بتحديد هذا السعر كسعر الفائدة لعملية الأقراض بين المصرف في لندن ليلة واحدة والذي قد يساوي 1.2% بين المصارف التي قاموا بمسحها ويكمل الأمر المثير لإهتمام في اللايبور أنه يمكن تطبيقه في عاشرة أنواع عملة لا يقتصر ذلك على الجنيه الاسترليني أو الدولار أو الياباني لكنه يطبق في عاشرة أنواع عملة الأمر الذي يميزه عن المعدلات الأخرى لكن تميز هذه الخاصية حقا عن سعر الفائدة المفروضة على أموال الفيدرالي والذي يعتبر أيضا سعر فائدة على عمليات الأقراض التي تتم بين المصارف على وجه التحديد في الولايات المتحدة والذي يدور حول الاهتمامات السياسية حيث تحاول الحكومة الفيدرالية في الحقيقة تغييره